عندنا خبر تاني كمان يعني مهم جدا يخص الكرة منتخب مصر الاول لكرة القدم هياخد دورة ودية دولية ان شاء الله في الفترة من 22 حتى 26 من مارس المقبل في دولة الامارات العربية الشقيقة هتضم منتخبات كرواتيا طبعا وصيف بطولة كأس العالم 2018 ومنتخب تونس ومنتخب نيوزيلندا هتنطلق مباريات هذه البطولة ان شاء الله يوم 22 مارس على ان يتقابل الخاسران من الجولة الاولى لتحديد اصحاب المركزين الثالث والرابع الكلام ده هيتم يوم 25 مارس في حين ان طبعا هيتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على المركزين الاول والتاني والمتشاط دي هتكون ان شاء الله يوم 26 مارس بيشارك منتخب مصر ومنتخب كرواتيا بكامل المجوم الفرقتين خلال هذه البطولة المقرر اقامتها في شهر مارس المقبل ان شاء الله